موديل زكاة الصناعي جديد قاتل لنانو بانانا وسدريم في تعديل الصور وإنشاء الصور بالزكاة الصناعية يعني تخيل معي المشاهد دي كلها 8 مشاهد تم تولدهم من خلال برومت واحد يقدر يولد لك الصورة الأساسية ويجيبها لك بمشاهد مفصلة بالشكل ده وهكذا 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 يعني الدقة في كل صورة بتدل على قد إيه الموديل ده احترافي خلينا عرفقه على الموديل وهو هكسفيلد بوب كورد وهو موديل متخصص في إنشاء الصور ودمجها وتقدر ترفع عليه أكتر من أربع صور كريفرنس وتدمجهم مع بعض وطبعا دي مش موجودة لسه في أي نمازج زكاة الصناعي تانية فخلنا نتعرف على الشرح بالتفصيل ولكن بعد الانترو السلام عليكم أنا أحمد ودي قناة منستر للمعلوميات لأول مرة تتفرج على القناة بتاعتنا عشان تتابع عندنا أحدث نمازج الزكاة الصناعي وأحدث الأخبار والإدوات اللي هتساعدك التعرف على موديلز الزكاة الصناعي تأكد إنك عامل اشتراك في قناتنا ويلا بنا نبدأ في التعرف مباشرة على الموديل الجديد من هيكسفيلد وهو بوبكورن وهو موديل متخصص في إنشاء الصور وتولدها والتعديل عليها بالزكاة الصناعي وزي ما أنا قلتلكم تقدر ترفع له برومة واحد بس ومن خلاله تقدر تولد 8 مشاهد متتالية لنفس المكان وبنفس المشهد بأشكال مختلفة كمان تقدر ترفع له أربع صور كريفرنس عشان يدخلهم لك مع بعض وخلينا نجرب مع بعض ونختبر الموديل ده ونختبره في أكثر من حاجة ونجربه ونشوف جودته في البداية هنا هنحدد result عايزه يطلع لك output 1 وال2 وال3 وال4 على حسب ما نتحبب ممكن نخليه output 8 output أو ممكن نخليها 4 output عشان نشوف النتائج عاملة إزاي كمان هنا ممكن تحدد المأسات على حسب ما انتعايزها عايزها 3 إلى 4 أو عايزها عرض الشاشة اللي هو 16 إلى 9 أو 9 إلى 16 اللي هو الوضع الأفقي زي البورتريت أو تيك توك أو ريلز الإستجرام وهكذا كمان من هنا ممكن تحدد الجودة عايزها بيزيك 720 ولا عايزها هاي 1600 بيكسل طبعا دي أعلى الجودة فتاخد وقت أطول اللي عليك بعدكها إنك تقدر تستخدم الوضع المانول إنك ترفع له reference وتستخدمها في الصور بتاعتك أو تستخدم الوضع auto إنك تديله promet وهو يولد لك الصورة ويولد لك المشاهد منها خلا نستخدم الوضع المانول ونرفع الصورة اللي إحنا عايزينها ولكن هي صورة لها ونجرب نحاولها للستوديو جابلي وإن هو يحافظ عليها فهنضيف البروميت بالشكل ده هنا وممكن تضيف البروميت الخاص بكتاع كل مشهد عشان يولد لك المشاهد بتاعتك وبعدك هنضغط على كلمة generate وهننتظر لحظات لحين الانتهاء من إنشاء مجموعة الصور أو الأربع مشاهد باستخدام بروميت واحد وصورة واحدة بالمناسبة دي الصورة الأصلية اللي أنا رفع أعطاهله وفي خلال هذه اللحظات هتطلع لنا النتيجة بعد ما يحاولها لنمط استوديو جابلي ويتطلع لنا أربع مشاهد لنفس الشخصية في نفس المكان من بروميت واحد بس وكأنها قصة تم عملها بمشاهد مختلفة هي نفس الشخصية وهي بتمشي لنفق خاص بالتنين خلانا نجربه في دمج الصور وفي حاجة أقصر وقعية ونشوفه وهنرفع هنا الصورة الشخصية وهنرفع معها صورة آيفون 17 بالشكل ده وبعدكده هنا ممكن ندينه بروميت نقول له الراجل ده نقول له الراجل بيمشي في شارع توكيو ومعاه الموبايل اللي هو الصورة الثانية وبعدكده نضغط generate خلانا نولد صورتين عشان نجربهم بمشاهد مختلفة ودي نتيجة الصورة اللي ظهرت معنا وإحنا رفعنا هالو خلانا نجرب على صورة أوضح وبخلال لحظات ظهرت لنا برضو نفس الصورة هو محافظ على الملامح الشخصية وجابها وهي في إيدها موبايل هي نفس الملامح هنا هو نفس الملامح الشخص ولكن جابه المرة دي وفي إيده الموبايل ويتمشى في شارع توكيو بشكل طبيعي جدا خلانا نغير الشخصية ونرفع صورة شخص آخر هنرفع صورة الشخصية الثانية ونجربه في إنشاء المشاهد ولكن ببرومت تاني وهنقول له خل الشخص ده بيمشي في شارع نيويورك وبيقابل قطة ماشي وبيتكلم زي البن أدمين طبعا احنا ممكن تكتب برومت في كل مشهد مختلف ولكن هنستخدم نفس البرومت ونضغط بعد كده على generate عشان نولد أربع صور بنفس المشهد ولكن من زاويات كاميرا مختلفة عشان نقدر نقارن قدرة الموديل على التحكم وحفظ التفاصيل بتاعة الوجه وبتظهر في أماكن مختلفة بنفس الوجه وبنفس الملامح ولا لأ صلى الله عليه وسلم تظهر لنا النتائج وهنشوفها بالشكل ده خلان نشوف النتيجة الأولى طبعا هنم بخلى القط تزل بن أدمين لكن رجليتها طولة شوية ولا بيس من طلون هنا الصورة واقعية بمشهد تاني مختلف وهنا واقعية برضو بمشهد مختلف وهنا برضو جابه من بعيد لكن جاب رجلينا القط طويلة شوية وهو مبدئيا الصورة طلع سينمائية بشكل كبير جدا يعني تحسها تم التقاطها باستخدام كاميرا يعني واضحة جدا وتحسها واقعية بشكل كبير جدا طبعا انت ممكن تاخد أي صورة من اللي طلعت لك هنا وتضغط على use in popcorn بالشكل ده وهو يستخدم نفس الصورة دي هنا وتقدر تطلب منه طلب تاني يعني مثلا ممكن خدنا المشهد ده وهنقول له خلينا المشهد فيه مشاعر أكتر عشان يخليه لنا أكتر وقعية ونضغط على generate يعني احنا ناخد الصورة اللي هو طلعها لنا أصلا hexfield popcorn النموذج ده خدنا الصورة دي وهندخالها تاني في النموذج عشان نستخدمها بشكل تاني مختلف ويطلع لنا منها مشاهد تاني مختلفة الموضوع ممتع بصراحة في ان انت بتطلع نتائج بشكل سريع وبدقة من أول تجربة استخدم نفس المشهد ولكن ولده بمشاعر ضفلر شخصية مشاعر أكتر سواء القط أو الشخص نفسه ودي كانت النتائج حد دلوقتي انا شايف نتائجهم ممتازة جدا ممكن نقدر نسميه اللي هو دلوقتي قاتل نانو بنانا ليس انه بيطلع النتائج مظبوطة من أول مرة خلينا نجرب دلوقتي في دمج الصور واللي هنعمله لن احنا نرفع له صورتين صورة شخصين رجل وسط وهنقول له ادمج بين الصورتين وانا جبت الصورتين دول من على الانترنت وهو الرجل والبنت دي وهخليهم يضافوا مع بعض بشكل سينمائي هنضغط upload هنا ونرفع الصورتين بعد كده هقول له خلي الراجل يبقى قاعد مع البنت وبعد كده اضغط على generate ودي كانت صورة الدمج بين الصورتين الراجل والبنت جم مع بعض في صورة واحدة هتحسهم متصورين بصورة تلافون عادية طبعا تقدر ترفع صورة كمان لوضعية تصوير معينة وهيكون مثلا وضعية التصوير دي هرفع لهم الصورة دي واقول له خلي الراجل وست في نفس وضعية التصوير دي يعني في اكسفيلد تقدر ترفع حتى اربع صور reference مع بعض وتخلي الزكالة اصطناعية يستخدمهم عشان يديك output واحد ودي برضو الميزة دي مش موجودة في nano بنانا ولا موجودة في cdream مباشرة قام بوضع الصورة بنفس النمط اللي احنا رفعنا هوله طبعا هي نفس شعر البنت ونفس الشخصية ولكن حطهم في وضع مظلم على نفس الstyle اللي احنا طلطناه هنا يعني دي الصورة اللي احنا رفعنا له كاستايل عشان يستخدمها وينتج لنا صورة بنفس الطريقة خلانا نجربه في حاجة اصعب من كده وان احنا نطلب منه ان هو يوسع المشاهد المنافس اللي جنانه بنانا يقدر يوسع لك المشاهد يعني مثلا لو رفعنا له مشهد من فيلم زي ده ونطلب منه ان هو يحرك لنا القامرة وكأننا وسعنا المشهد هنشوف هو يقدر يعمل كده ولا لا نغير الابعاد ونخليها 16 الى 9 كمان نجيب بروميت صح ونعطوه له وكفية نتيجة واحدة وعلي كان نضغط على كلمة generate وهلنا نجرب نفس البروميت ده مع النانو بنانا عشان نتأكد مين الافضل فيهم لو رفعنا نفس الشخصية واعطنا له نفس البروميت اللي احنا استخدمناه هناك ونشوف النتيجة هتكون عاملة هنا ازاي في النانو بنانا وهنشوف النتيجة اللي طبعها من هكسفيلد عاملة ازاي هنا النتيجة من هكسفيلد يعني دي النتيجة من بوب كورن هكسفيلد دي الصورة كانت عاملة زوم على الشخصية كده ومش جاي ايه هنا اليمين وايه هنا الشمال لما كبر المشهد ظهرت لنا النتيجة هنا وكأنه انه رجع الورى كان في هنا شباك وهنا الكاميرات بقى وكلام من ده وكانت الشخصية عاملة زوم على الشخصية بس من هنا نفس البروميت احنا اعطلناه لنانو بنانا ولكن قلنا content فخلنا نروح نستخدم نانو بنانا داخل هكسفيلد ورفعنا نفس الصورة واعطلناه لنفس البروميت ونضغط على كلمة generate وننتظر النتيجة هتكون عاملة ازاي ودي نتيجة لما ظهرت من نانو بنانا داخل هكسفيلد هو طبعا نفس النموذج بتاع نانو بنانا الموجود في جوجل جاب لوشه كده ولكن غير للخلفية وحط فيها حاجات تانية طبعا هو موسعش كده المشهد هو غير للخلفية ودي النتيجة اللي ظهرت من بوب كورن من هكسفيلد دي كانت توسيع للمشهد جاب جسم الشخصية وبعد الورا شوية وجاب الخلفية لكن هنا غير لنا الخلفية لكن هو نفس الشخصية مفيش اي حاجة اختلفت خلانا نجربه في حاجة تانية وهو استنساخ الحركات من الصور يعني لو عندنا صورة شخص واقف عادي طبيعي جدا عايزين يعمل حركة زي دي يعني مثلا احنا ممكن نرفع له صورة شخص عادي واقف مفيش بي اي حاجة ونقول له خلينا صورة الشخص الاولاني يتحرك زي الشخصية دي وخلانا نجرب رفعت له صورتين وهي الصورة دي وهقول له خلي الشخص ده يتحرك ويععمل نفس الحركة اللي موجودة في الصورة دي وخلانا نشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي وبعده كان نضغط على كلمة generate وخلانا برضو نروح على nano banana ونرفع له نفس الصورتين ونجرب هل هيقدر يعمل كده ولا لا رفعنا نفس الصورتين وبعده كان نضغط generate على نفس البرومت اللي احنا اعطناه لبيب كورن هنعطيه للنانو بنانا ونشوف النتيجة هتكون عاملة ازاي دي كانت النتيجة بتاعت nano banana وهو اعطانا نفس الصورة اللي احنا اعطاناها له لكن غير الخلفية برضو خليها لون ابيض ما عرفش ليه مع ان انا يعني دي الصورة اللي انا رفعتها له ودي الصورة التانية اللي انا رفعتها له هو يعني سبب نفس الصورة مفيش اي تغيير تقريبا ونفس البرومت اللي انا ضفته هنا يعني لو فتحنا الصورة عشان محدش يقول ان تستخدمت بروحة مختلف فهي نفس الصورة خلانا نستنى hexfield popcorn ونشوف النتيجة بتاعته تكون عاملة ازاي ودي كانت النتيجة بتاعت popcorn قدر يطلع لها نفس الشخصية ولكن عاملة نفس الحركة بتاعت الصورة اللي احنا رفعنا هالو واظنوا ان هي نتيجة كويسة جدا بعكس ان nano banana ما قدرش يطلع نفس الحركة اصلا خلانا نجرب نموذج hexfield popcorn فعمل صور UGC للمنتجات يعني لو انت شخص مسويق وعايز تعمل صور للمنتجات ممكن برضو تستخدم popcorn او nano banana فخلينا نشوف مين فيهم بيدي نتيجة افضل وعشان نجربه احنا نرفع له صورة المنتج ده او صورة الصورة دي او الصورتين دول مع بعض ونطلب منه يعمل لنا صورة كأنها UGC واحد بعمل مراجعة لمنتج ما وماسك المنتج في ايديه بشكل سينمائي فنرفع الصورتين كده مع بعض وبعد كده هطلب منه البروميت ده وهقول له create hyper realistic image عشان اعمل UGC content وغير background لحجرة طبعا انت تقدر تاخد الصورة اللي بعد كده اللي هتطلع وتحركها في صورته او تحركها في اي حاجة واضغط generate وده كان popcorn خلينا نروح للنانو بانانا ونرفع له نفس الصورتين مع نفس البروميت اللي احنا استخدمناه هناك بالزبط ونضغط generate وننتظر النتائج مع بعض دي النتيجة اللي طلعت لنا من Hexfield popcorn زي ما حتركوا شايفين شخص ماسك المنتج في ايديه من صورة عادية متصورة حطها في غرفة نوم بالشكل ده خلينا نروح على نانو بانانا او لسه وطلعش نتيجة لحد دلوقتي في اسناء انتظار نانو بانانا خلينا نجرب Hexfield popcorn في تغيير العناصر انا هرفع له الصورة دي واطلب منه انه يغير الشخصين دول لاشخاص او يحط مكانهم قطط مثلا او هو القط الفرعوني المصري القديم هارفع له الصورة بالشكل ده وبعد كده اضغط له البروميت ده وبعد كده اضغط على كلمة generate وبرده هاروح على نانو بانانا عشان مظلموش واضف له نفس الصورة مع نفس البروميت بعد كده اضغط generate وننتظر ونشوف النتيجة مع بعض ومين فيهم هيتطلع نتائج اكوان ودي النتيجة اللي طلعت من Hexfield popcorn وهو جايب وضع رائبة طبيعي جدا لكن القط حطه بالشكل ده خلال نشوف نانو بانانا هيتطلع نتيجة عاملة ازاي ودي النتيجة اللي طلعت من نانو بانانا يعني شايف هنا المراضي يكسب نانو بانانا لكن الصورة اللي قبلها اللي هو يحاولها النايو جي سي زي دي لسه مطلعوا لناش نتيجة لحد دلوقتي في النهاية هسيب لك رابط النموذك في اول تعليق تقدر تنتالي ليه وتجربه على Hexfield لو انت معك كريدت الموقع كده كده بيديك كريدت شهريا تجربها بشكل مجاني لكن عن نمازج محدودة وده كان تعريف او تيتوريال او شرح لهكسفيلد بوب كورن تقدر تنتالي ليه مباشرة من اول تعليق او من الوصف لو حابت تتابع اخر اخبار ونمازج الزكالة الصناعي لتقدر تستخدمها في شغلك واتطور بيها مبتواك تأكد انك عامل اشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات كان معكم احمد وسلام وفي النهاية يمكنك الاشتراك في قناتنا منستر للمعلوميات لمشاهدة المزيد من الفيديوهات لتنمية مهاراتك شكرا لكم على المشاهدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة